حفل جواز الجولدن جلوب ما كانش ترند في مصر لكن كان ترند في العالم كله خلال الساعات اللي فاتت لأول مرة في التاريخ أقيم حفل توزيع جواز جولدن جلوب أونلاين بسبب جائحة كورونا الحفل اللي أقيم أول مبارح في الولايات المتحدة كان أغرب نسخة في تاريخ جولدن جلوب من ساعة ما ابتدت سنة 1944 والأول مرة الكل يلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي والأول مرة كمان كل النجوم بيلبسوا الفساتين والبدل ويعودوا في بيوتهم والكاميرات تروح لحد عندهم عشان الكل يعد في بس مباشر لفترة طويلة المفاجأة أن الحفلة حصل في بعض المشاكل التقنية بسبب الإنترنت ورغم أن إدارة الجايزة نبهت على كل النجوم أن هما يلبسوا فورمل ويكونوا متواجدين لوحدهم إلا أن ده ما حصلش وعدد كبير من النجوم ظهروا بلبس كاجول وفي منهم اللي طلع على الشاشة وجنبه كمان الكلب بتاعه وده أثار انتقادات كبيرة للحفل وخلى عدد كبير من النقاط يقولوا أن الحفلات دي مهددة تماما في زمن الكورونا وفقدت بريقاء القوي